من جديد في لما سبور ما زالنا متواصلين مع بعضنا حتى للاربعة متعلى عشية باش نحكيه والان على الرياضات البحرية معناه في تونس شنو مشاكلها شنو الافاق متاحة خاصة انو ذي رياضة ساهم ماهيش ابعاد رياضية فقط عندها زادة ابعاد في شخصية الانسان تنميله عديد الحاجات اللي في شخصيته كما قلت سرياض انت قلت لي من زال فما بروجيه كبير بارشا في الرياضة الأشرع في تونس البروجيه خلينا نحكيه اكورتيرم معناها شنو الحاجات اللي نجمو شوفوهم يتقدموا في الرياضة هذية في المداد القريب في تونس في المداد القريب هو يلزم كل الجامعة تشجع في الكخينو هذية يلزم النوادي تتشجع باش تعمل ديزي كول دو بوال دوال الكوردو موش نادي بكهو تمارس الرياضة وكهو اللي زي كول دو بوال هذوما هما اللي مش يخليو الزغار والرياضة هذية دوم تستمر الاستمرارية بتاع الرياضة هذية في انو نكونو اللي زي كول دو بوال هذوما في كل نوادي متاعنا وكما نوليو ناخده الزغار من المكاتب داكو دو ديسانتر دو فورماشيو هذوك كما في بعض الرياضات الاخرى داكو دو نختاروا الناس اللي يحبوا الرياضة هذية اللي يجمو يتقلقوا في الرياضة هذية هذوكم نتبعوهم ونعمل ديسانتر دو فورماشيو الفكرة هذية هي اللي يمش تخلي رياضة هذية تقدم القدام وممكن تعرف الجامعات الكلها تاخد فلوس معند الدولة وتاخد فلوس معند الدولة على أساس نتيج متاحة ديكو دو ولكن الجامعة تبدأ عندها باكو دا ديغان تاخد أكثر فلوس نانك يلزم النمبر دا ديغان بتاع النوادي يكثر وببيستين بتاع النوادي هذية تخليها تعمل برشة ديزا ديغان بشك الجامعة تجم تتمتع بأكثر فلوس وتمتع أكثر معنى الهدف الأول هو توسيع عدد المنخرتين في الرياضة هذية باش الدعم يكون أكثر بالنسبة لرياضة أشرع عدد المنخرتين في تونس وقديع ببريا كيكي ولا ما عندش فكرة في النادي بتاعي عندي خمسة وعشرين في المعادلة هكا النوادي كل هكا نطوله في الموينة بتاع خمسة وعشرين في كل نادي عنا نقوله عشرين نادي في تونس لدي عنا عشر ناودي عشر ناودي كيكي عشر ناودي عشر ناودي عشرين ميتين وخمسين موخارات موش برشة موش برشة يصبقين في إفريقيا وفي العرب يظهر يكون موش برشة ويصبقين بكداب بكداب في الرياضة هذية معناها حاجة يظهر لي نيداء معناها خلينا ديما من البلاتوه ذي ومن المسيون بتاعنا لما سبور في الرياضات المهمشة خلينا نقوله ديما الرياضات الفردية نيداء للناس أنه تلتف حول الرياضات هذية راهوا بالحق مستقبل تونس في الرياضات الفردية راهوا المستقبل بالحق اللي تحبوا انكونوا أبطال ودربوا تونس يرفرفوا رياضة احكينا أنه سياحية زادة معناها تستقطب السياح في تونس وانتوما حتى الأجانب ممكن يعاونوا فيكم في البرح نحن يعاون فينا أجانب المغرومين المكتعف وما يتغربوا بحاجة ال 100% يعاون فينا تبقى ديما نقول ونعاود اللي احنا يزمنا نعمل على روحنا معناها ويحد يزمنا على روحه لأنه عليش أنا نقول ديما الرياضات الفردية وإلى الرياضات المهمشة في تونس برشة ديز اكزامبل متاع رياضات كيمال مينيفوت مؤخرا والتي تستقطب في ناس من بره شوفنا البيتش السوكير في الصيف الرياضة الأشر أنا نتصورها كنت سيد دورات زاد معناها خلينا نقول دولية جيك ديز اكيب من بره نعمل في دورة في اختصاص الإيزابي تابلا هذوما البطول الكبار اللي يشقوا بيهم بالبحار كما يقولوا في ياسمين حامات عندهم دورة في سيدي بوسعيد وعنا في ياسمين حامات نعملو مع تعاون مع المارينة مع الكابتان غيم بتاع ياسمين حامات نعملو زوز دورات ديكوردو في العام يشاركوا فيها برشة دول برشة مش دول نقولو برشة متبارين من جنسيات متعدة اللي هما يسكنوا في المارينة مكتعف برشة الناس هي المارينة هي تلم برشة جنسيات وناس تحط بطويتها غاديكا عنا مرتين في العام نعملو دورات مصابقات اللي هي تسمى دولية خاطر بتباعي عليش تقولك دولية وإلا عديد دول لأن كل جنسية تمثل دولة تنجم تكون كان دولية وعندها ثر كبير برشة عال الببيسيتي عال سياحة في تونس نحنا تويكا الهدف متاعنا الرياضة السياحة الرياضة دخلت فيها السياسة الرياضة دخلت فيها الاقتصاد الرياضة دخل فيها كل شي لكن الرياضة الهدف الأول متاعها تويكا في تصليح الوضع في البلاد هو السياحة بعد شوان نحكي فيها نقطة هذه جوز نحنا بش نمشي مع نقطة أخرى بوان بورس وراجعين في لمسبر